اشتركوا في القناة اشار فيها الى ان انعقاد المجلس الوزارية في ظل اوضاع نقليمية مقلقة وتحديات سياسية وامنية واقتصادية وصحية ايضا تتطلب من دولنا العظام واصلة تعزيز تعاونها وتنسيقها المشرك على كافة المستويات والاسعدة لمواجهة تلك التحديات وتأكيد تضامن دولنا للمحافظة على تماسك هذه المنظومة المباركة واوضح سعادته بان انتظام العمل الخليجي المشرك مطلب اساسي لضمان تماسك هذه المنظومة المباركة وتحقيق اهدافها السامية وتنفيذ قرارات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مضيفا بان تغافر الجهود من اجل مواجهة التحديات والازمات التي تمر بها المنطقة يتطلب منها تعزيز التعاون والتنسيق فيما بيننا وانوها سعادته بان قمة اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ايدهم الله التي عقدت في يناير الماضي بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية قد مثلت محطة مهمة في مسيرة مجلس التعاون بما صدر عنها من قرارات بناءة تصب في صالح دولنا وشعوبنا مشيرا الى ان الحفاظ على مجلس التعاون كيانا راسخا ثابتا يتطلب من العمل على تنفيذ ما صدر عن مقام المجلس الاعلى الموقر في قمة العلا المباركة وما اكدت عليه القمة من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والاهداف التي تضمن تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته واضف سعدته بان عاهل البلاد المفدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى حفظه الله قد اشهد في تصريح مهم بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطنيها في كافة المجالات مشيرا جلالته الى ما تضمنته بيان العلى من تأكيد على الاهداف السامية للنظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول المجلس وما اشار اليه بيان قمة العلى لما يعقده مواطن دول المنطقة من امل بالسعادة العمل المشرك الى مساره الطبيعية وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل وما يعزز وحدة الصف والتماسك بين دول المجلس واكد الزيان ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولا لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 واهمية استكمال المفاوضات مع الدول والمجموعات الدولية من اجل التواصل الى انجاز اتفاقية التجارة الحرة معها وبين سعادة وزير الخارجي ان العالم تابع تطورات الاوضاع في افغانستان التي هي احوج ما يكون اليوم الى الدعم الاغاثي والمساندة الانسانية العاجلة لمواجهة الاوضاع الصعبة التي تمر بها والمحافظة على الامن والاستقرار والسلم الاهلية مؤكدا سعدتها على ضرورة احترام ارادة الشعب الافغاني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحرص على ضمان عدم استخدام الاراضي الافغانية من قبل اي جماعات ارهابية او استغلال الاراضي الافغانية لأعمال غير مشروعة والاسرع في تقديم المساعدات الانسانية الاغاثية العاجلة للشعب الافغاني اشتركوا في القناة